تتسامى روحك بالإيمان قال أهل العلم مقام التدبر في كتاب الله جل وعلا والصورة التي نحن بصددها ما زالت صورة النور لكننا كنا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأحب قبل أن أشرع وأبدأ بها أن أعود قليلا إلى الآيات التي سلفت وكنا قد جعلنا ذلك الدرس له حظ كبير من قضية الوعظ وهذا الأصل في القرآن فإن الله جل وعلا جعله موعظة كما بيّن في كتابه لكن مر معنا قول الله جل وعلا ألم تر أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار الذي يريد أن أقوله هنا فيما لم أقوله من قبل هذه الآية من أعظم آيات الدالة على قدرة الله جل وعلا فالله جل وعلا ذكر مخلوقا واحدا هو السحاب وضمنه أربعة أضدات لا يمكن أن تجتمع في مخلوق واحد ولا يقدر على ذلك إلا الله فالسحاب يكون منه الودق أي المطر الغيث وهو بكل تحصيله ماء ويكون منه في نفس الوقت الصواعق التي تحرق وهي في تحصيلها جملة النار والماء والنار ضدان لا يجتمعان فجمعهما الرب في مخلوق واحد وفي ذات الوقت الله جل وعلا يقول ثم يجعله ركاما والسحاب إذا تراكمه أطبق بعضه على بعض حجب نور القمر وضوء الكواكب وأصبحت الدنيا ظلمة ومع ذلك قرنه الله جل وعلا بالبرق قال سبحانه يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار والبرق نور وضياء والنمر والظلمة لا يجتمعان فينجم عن السحاب أربعة أضداد الماء والنار وهما ضدان والنور والظلمة وهما ضدان وهذا من دلائر قدرة الله تبارك وتعالى والمؤمن إن كان موفق ينظر إلى القرآن مثل هذه الرؤية ينظر إلى القرآن بمثل هذه الرؤية وإن كنا ننهج في تفسيرنا تفسيرا موسوعيا ونعرج على قضايا نحوية وبلاغية ومعرفية فهذا من باب أن يستفيد السامع والمشاهد مما نقول وحتى تستقيم الطريق العلمية والمعرفية لكن قبل أن يؤصل الإنسان نفسه معرفيا ليبز أقرانه ويصل إلى مقصوده المقصود الأسماء أن تثبت القدم يوم العرض على الله ولن تثبت القدم يوم العرض على الله إلا إذا ملئت بموعظة وضياء القرآن فينظر إلى القرآن نظر تدبر وإيمان يستدل به العبد من خلال تدبر الآيات على عظمة الواحد القهار جل جلاله فهذه الآيات أو الآية كما حررنا من قبل من أعظم الآيات الدالة على عظيم قدرة الرب جل وعلا ثم نعود إلى ما كنا قد وقفنا عنده قال ربنا وهو أصدق القائلين لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لاحظ يا أخي التتابع في الآيتين يقول الله لقد أنزلنا آيات مبينات ظاهرة جلية تخبر عن عظمتنا وتدل على وحدانيتنا وترشد إلى عبادتنا وحتى لا يتعلق الناس بها ماذا قال الرب بعدها؟ قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فليس النظر فقط في الآيات المبينات والتدبر فيها كاف لماذا؟ كاف للهداية فلابد مع التدبر والنظر في هذه الآيات التي أنزلت أن يصاحب ذلك توفيق من الرب جل وعلا ولهذا قال الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قد مر معنا تحرير ذلك في أكثر من موقف ثم قال الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين بقدر الله جل وعلا أراد الله أن تكون المدينة المجتمع الإسلامي الأول أراد الله لها أن تكون تجمع أخلاطا عدة وينظر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاعله مع تلك الأخلاط حتى لا يكون أن مجتمع بعد ذلك بمعزل عن مجتمع المدينة الأول فيحق لكل أحد أن يتأسى بهدي عليه الصلاة والسلام فالمدينة كانت زاخرة أكثر الأمر بالمهاجرين والأنصار أعظم الناس إيمانا وكان هناك من دونهم في الإيمان ليسوا منافقين لكنهم دونهم في الإيمان من الأعراب وبعض الصحابة وكان هناك منافقون يظهرون ما لا يبطنون وكان هناك يهود وكان هناك نصارى يأوون إليها كما حصل من نصارى نجران وكان هناك أعراب جفاء ينظرون إلى مصالحهم وكان هناك دول تحيط بها تتربص بها تعبر عنها عن قبائل وابعد منها فارس والروم وقد حصل بعض المنازعات مع الروم كما هو معلوم هذا المجتمع قراءته قراءة صحيحة من الكتاب والسنة والسيرة الصحيحة يعين الإنسان في أي موئر منصب يصل إليه أن يعرف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في الحدث الآن هنا يخبر الله جل وعلا عن طائفة من المنافقين لكن الخبر هنا جزئي يتعلق بالحكومات والناس تحتكم في ثلاث أمور في الفروج والدماء والأموال تحتكم في ثلاثة أمور في الفروج والدماء والأموال ولا يجد حكم في غير هذا أي مسألة فيها قضايا بين الناس إما في أموالهم يتنازعون وإما في فروجهم وإما في دمائهم يقول بعضها للتفسير إن منافقا يقال له بشر اختصم مع يهودي فطلب منه اليهودي أن يحتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى بشر هذا الذي هو في الأصل يدعي الإيمان فأبى لاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى كعب بن الأشرف لعلمه أن النبي يقضي بالحق وهو يعلم أنه على الباطل قال الله عنهم ويقولون أي طائفة من المنافقين آمنا بالله وبالرسول أي بألسنتهم وآطعنا ثم قال ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين قال العلماء نفي الإيمان عنهم يدل على أن الإيمان لا يقبل فقط من غير من غير عمل لأن الله أثبت لهم أنهم قالوا الإيمان بألسنتهم ونفى عنهم العمل بقوله جل وعلا ثم يتولى فريق منهم فقال بعد ذلك معقبة قال وما أولئك بالمؤمنين فالإيمان إيمان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان هذه الطائفة من المنافقين كانت تسكن المدينة والله جل وعلا من سننه التمحيس فتأتي الطوارق والحوادث تتابع مرة على هيئة أفراد ومرة على مستوى الأمة كما يحدث تكليف بالجهاد أو يحدث أمر عام هذا يميز طائفة من طائفة وأحيانا أحداث جزئية تميز أفرادا من عن أفراد ومع ذلك لم يأتي في القرآن اسم منافق واحد لأن القرآن أكبر من أن يتحدث عن أفراد ويتحدث عن أفراد إنما تحدث عنهم لمصرحة أرجح من كون إخفائهم فمريم مثلا هي المرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن لأنه حتى لا يقول النقائل إن المقصود في النفي أن يكون ابنا لله ليس عيسى بن مريم وإنما شخص آخر فذكره الله أي عيسى وذكر اسم أمه حتى لا يبقى تأويل ولا احتمال يفزع إليه من يريد أن ينحى بالآية عما تقصده فهنا حديث دسئين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وآطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين من حيث الصناعة النحوية هذه ماء الحجازية تعمل عمل ليس تنفي وعمل ليس وماء متفق على أنك لهما أدا تنفي لكن الاختلاف في العمل ومعنى العمل الحرف له أو الفعل له معنى وله عمل فكل الحروف لها معنى إلا الحروف الأبجدية المجزئية لا تعرف إلا تتصلت أما الحروف العادية كلها لها معنى لكن الخلاف هل هي عاملة أو مهملة لا تعمل فالحجازيون يعملونها يعملونها عمل ليس فترفع المبتدى ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها ومن آية عمليها أن يكون خبرها مقترنا بالباء كما هو بين يديك وما أولئك بالمؤمنين ثم قال ربنا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون كم إذا بين يديك الآن اثنتان الأولى يا بني إذا الشرطية وإذا الأخرى إذا الفجائية إذا الأولى إذا الشرطية وإذا الثانية إذا الفجائية ما الرابط بينهما إذا الفجائية يأتي ما بعدها فجأة ولهذا سميت إذا الفجائية والمعنى أن هؤلاء القوم إذا دعوا ليحكم الله ورسوله بينهم لا يقبلون هذا العرض قبول متأنن متريث ثم يصدرون حكم لكن لمن طوت عليه سرائرهم من بغض الله وبغض رسوله وعدم قبول الله وعدم قبول رسوله يفاجئونك مباشرة بالجواب دون حتى أن تكمل أن تعرضك إلا وهم قد بادروا بالجواب هذا المنزع البلاغي المقصود من الإتيان من الإتيان بإذا الفجائية في هذا الموطن وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قال بعض العلماء ليحكم جاءت بصيغة الإفراد وقد دعوا إلى الله ورسوله ومعلوم المقرر أن الدعوة إلى الله دعوة إلى كتابه والدعوة إلى الرسول دعوة إلى سنته لكن قالوا إن المقصود هنا الدعوة إلى حكم رسول الله الميداني العملي وإنما ذكر اسم الله قبل اسم رسوله تشريفا ومباركة قبل اسم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ثم قال سبحانه وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين الإذعان الإنقياد فلماذا يأتون عندما يكون لهم الحق يأتون لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بالحق فإذا علموا أزلا أنهم على الحق لم يجدوا بدا من أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا وهذا اتباع هوى لا اتباع دين وقد يتلبس به بعض الناس من حيث لا يشعر فيأتي إلى العالم يسأله يبتغي جوابا قد بيته قبل أن يعرض سؤاله وهو يريد أن يسمع جوابا يرتضيه ولا يريد الحق هذا يحدث في مسائل الحكومات كما هو في الآية ويحدث في المسائل العامة ومن طرائف ما يروى في هذا الباب أن رجلا اختصى مع زوجته إلى الشعبي والشعبي هو أحد رجال الصحيح يعني متفق عند جمهرة الناس على جلالته وتقواه وورعه وكان يقضي بين الناس فلما عرض الرجل وعرضت الزوجة خبرهما حكم الشعبي للمرأة لا للرجل فلما وجد الرجل أن الشعبي لم يحكم إليه جعل ذلك مثلبة في حق الشافعي قال فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها سحرته ببنان وخضاب في يديها كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها لا جث حتى تراه راكعا بين يديها فهذه العبارات صرت في الناس والناس يفرحون بمثل هذه الأراجيس لأنها سهلة الحفظ وتغطي فراغا اجتماعيا لديهم فانتشرت بين الناس فلما انتشرت قال الشعبي والله ما حكمت إلا بالحق وما رفعت إلي بنانا ولا خضابة والبنان رؤوس الأصابع والخضاب كالحنا وأمثاله لكن الرجل لما شعر أنه مغلوب جعلها في القاضي فهذه صورة قبيحة في الناس لكنها صورة متأصلة عند المنافقين قال الله جل وعلا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين يأتوا إليه كنا منهم جدا أن تعرف القيدة أنهم يأتوا إليه لعلمهم أنهم على الحق لا ليقينهم أن النبي يحكم بالحق قال الله جل وعلا بعد ذلك في آية تدرج في أخلاقهم أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله هذه الثلاث مجتمعة فيهم وليس المقصود تساؤل هل فيهم مرض هل فيهم ارتياب هل فيهم خوف من حي في الله هذا غير مقصود إنما هذه الصفات الثلاث كلها موجودة فيهم في قلوبهم علل أمراض شك وأعظم علتهم أنهم غير موقنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله ونجم عن هذا ريب ونجم عن هذا الريب خوفهم من أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لأنهم مداموا غير مقتنعين بنبوته فبدهي أن يرموا عليه الصلاة والسلام بالجور والظم لأن القول بأنه عدل عليه الصلاة والسلام تبع على القول بأنه نبي وهم لا يقولون بنبوته أصلا فبذلك لن يقولوا بعدله عليه الصلاة والسلام لأنهم إذا كانوا مقتنعين أنه كذب على الله فمن باب أولى أن يكذب على الناس لكن المهم أن الآية ليس المقصود منها إلا ذكر التدرج في وصف أخلاقهم ثم أراد الله جل وعلا أن يقول قال بل أولئك هم الظالمون والمعنى أن هذه الأخلاق جملة فيهم والتفصيل الدقيق في القضية يعني بصورة مبسطة قد يكون في الإنسان عدة أمور يحسدك بينك وبينه عداوة هو في الأصل كاذب فعندما يحيف عليك في أمر لا تدري لأي الثلاثة صنع بك ذلك الأمر هل حسداً أم للعداوة المتأججة أو لكذبه الذي اعتاد عليه واضح لكن لا يعني نفي أحد هذه الثلاثة الصفات لكن السؤال أين الباعث على هذا الأمر فجاء الجواب القرآني بل أولئك هم الظالمون قال الله تعالى بل أولئك هم الظالمون نأتي لأم قبل أن ننتقل إليه من باب الصناعة النحوية أم شبيهة العمل بأو ويقول أهل النحو إن بينهما منزعاً إن بينهما منزعاً دقيقاً تفصيل ذلك على ما يأتي بين أو وأم إذا قدم قادم ترتقبه تؤمل أن أحداً يبعث لك أحداً من طرفه يشاركك فرحه سيبعث لك أخاه زيت أو أخاه عمر فأنت كل الذي يهمك أن يأتي أحدهما لمناسبتك فعندما يتأخر وتغيب أنت عن الحفل لحظات وتعود تسأل تقول أجاء زيد أو عمر فأنت لا تريد أن تسأل من الذي جاء وإنما تريد أن تسأل هل كان هناك مجيء أم لا فيكون الجواب هنا بماذا بنعم في حالة إثبات ولا في حالة النفي هذا في استخدام أو أما في استخدام أم فإنك على يقين أن أحدهما جاء لكنك لا تدري من الذي جاء فتقول أجاء زيد أم عمر فيكون الجواب بحسب من جاء زيد في حالة إتيانه وعمر إن كان هو الذي أتى واضح هذا المنزع الفارق ما بين أم وبين أو هذه كلها تأتي جاءت بعدها بل بل عند النحويين للإضراب ما معنى الإضراب الانتقال والانتقال هذا أحيانا يكون استئناف كلام جديد وأحيانا تجمع بل ما بين الإضراب والإبطال ما بين ماذا وماذا ما بين الإضراب والإبطال فالإضراب متأصل فيها أما الإبطال قد يقع وقد لا وقد لا يقع ما معنى الإبطال أن تأتي فتندقل الجملة على أنها تستوعب إبطال الذي سبق وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا كل الذي مضى كلام صناديد قريش قال الله بل هم في شك من ذكري هذا انتقال وماذا وإبطال لما قد قالوه انتقال في الحديث بل هم في شك من ذكري كلام الله حكمه وإبطال لما قد سلف من قولهم لكنها لا تأتي على كل حال للإبطال وتأتي على كل حال لماذا للانتقال بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون بداية نحويا تلاحظ أن قول عليها فتح وقد تستدرك تسأل كيف ينصب اسم كان وهي هنا ليست اسم كان خبرها مقدم فإذا قررنا أن قول هنا خبر كان مقدم كان لابد من الإجابة أين اسم كان ومن قواعد العلم إذا دفعت شيئا تأتي ببديله وإذا أخرت شيء تضع عوضا عنه حتى تستقيم الأمور أما الترك والغفلة لا يصنع منك عالما فقول خبر كان مؤخر ولذلك خبر كان مقدم ولذلك نصبت وأما اسمه كان فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه وهي قول الله جل وعلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أما من حيث الصناعة التفسيرية فإن الله لما ذكر حال أهل النفاق ذكر أهل أهل الإيمان وهذا من سنة وأسلوب القرآن المتكرر في أكثر من موضع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ما الفلاح؟ الفلاح تحقق المرغوب ودفع المرهوب الفلاح تحقق المرغوب ودفع المرهوب فالإنسان إذا حصل على ما يؤمل وزال عنه الذي يخشاه ويكره تحقق له الفلاح فالله جل وعلا ربط الفلاح وقيده بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك تذيل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هنا نفصل هناك حق لله وهناك حق للرسول وهناك حق مشترك بين الله ورسول معيد هناك حق لله وهناك حق للرسول وهناك حق مشترك فالإيمان والطاعة حق مشترك الإيمان والطاعة حق مشترك لله و للرسول والخشية والتقوى حق لماذا؟ حق لله والتوقير بهذا اللفظ حق لمن؟ حق للرسول فالله لا يقال في حقه توقير يقال أعظم من ذلك يقال عرف فلان قدر ربه واضح أما كلمة توقير تستخدم في سلوب التعامل مع المخلوقين لتعزروه وتوقروه فتوقروه هذا حق لمن؟ حق للرسول الله جل وعلا هنا قال ومن يتع الله ورسوله هذا حق مشترك ثم بعد أن ذكر الحق المشترك قال الحق الخاص صلى الله جل وعلا الذي لا يرقى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويخشى الله ويتقه التقوى مر معنا تعريفها كثيرا لكنها من حيث الجملة فعل المأمور وترك المحظور من حيث الجملة ما التقوى فعل المأمور وترك المحظور لكن هذا الإطلاق لا يبقى على حاله تصبح معنى التقوى أحيانا فعل ترك المحظور وتوقي عذاب الله متى نقول إن التقوى يصبح معناها ترك المحظور وتوقي عذاب الله إذا جاءت مقرونة قبلها بالبر والإحسان والطاعة إذا جاءت مقرونة بالبر والإحسان والطاعة تنصرف التقوى إلى ماذا؟ إلى ترك المحظور كما في هذه الآية ومن يخشى الله ويتقه هذا تخريج بعض العلماء وبعض العلماء يقول إن المقصود بيخشى ويتق هنا يخشى فيما سلف بمعنى الخوف من التقصير فيما مضى الخشية هنا بمعنى الخوف من التقصير فيما مضى والتقوى الخوف من التقصير فيما يستقبل والتقوى الخوف من التقصير فيما يستقبل فأولئك هم الفائزون عاد الحديث بعد ذلك بعد أن ذكر الله جل وعلا النماذج الإيمانية العظيمة عاد الحديث إلى المنافقين فقال سبحانه وأقسم بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعمل من الذي أقسم المنافق جهد أيمانهم أي منتهى ما يبلغونه من الحلف والأيمان لئن أمرتهم أيها النبي ليخرجن إذا نصصت عليهم وخصصتهم أو دعوت إلى قتال عام أنهم سينفذون أجابهم الله قل الخطاب لمن؟ للنبي وهذا يسمى تلقين تلقين إلهي للنبي وهذا أول التلقين في هذا الموقف وسيأتي تلقين آخر قل أطيعوا الله والرسول قل لا تقسموا لا خلاف أن لا ناهية لكن ما المقصود بقوله جل وعلا لا تقسموا هذا لا يتضح حتى نتضح ما بعدها قال الله بعدها طاعة معروفة طاعة معروفة إذا حرر معناها يتحرر معنا قول الله جل وعلا لا تقسموا قال بعض العلماء وهذا الذي عليه الجمهور هو الأظهر ونبدأ به طاعة معروفة أي أن لكم سوابق ونعلم من حالكم ونعرف من أخباركم ومع صنيعكم بنبينا صلى الله عليه وسلم ما نعلم من خلاله بمقتضى ما سبق منكم زيادة على مقتضى علم الله الأزلي أن طاعتكم معروفة فليس منكم إلا الخذلان والترك وعدم الاستجابة لأمر الله ورسوله فيصبح بعد هذا التحرير معنا قول الله جل وعلا لا تقسموا أي لا حرمة لقسمكم لا حرمة لقسمكم لا داعي له ولا يتعلق بي حرمة لأن طاعتكم معروفة لها سوابق من قبل هذا التحرير الأول للمسألة التحرير الثاني أن تصبح طاعة معروفة مبتدأ محذوف الخبر مبتدأ محذوف الخبر ما تقدير خبره يصبح تقدير الخبر طاعة معروفة أولى من الأيمان يعني لا حاجة لأن تقسموا فلا يصبح تهكم مثل الأول الأول يجري مجرى التهكم هنا لا يصبح مجرى التهكم إذا قلنا بهذا المعنى يصبح المعنى لا داعي للإيمان لا نريد منكم أيمانا مغلظة ولا جهد أيمان نريد منكم أن تظهروا طاعة عملية تثبت بها صدق اتباعكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم هذا المعنى يتحر عليه معنى آخر وهو كلمة معروفة من أي مشتقة من العلم ولا من العرف من ماذا أو ماذا من العلم أو من العرف إذا قلنا من العلم فيصبح المعنى طاعة معروفة أي طاعة معلومة ظاهرة بينة تثبت لنا صدق توجهكم وأما إذ قلنا من العرف فالمعنى أن الله جل وعلا لا يريد منكم إلا شيئا معروفا تعارف الناس عليه أي أمرا يسيرا هينا لا يريد منكم أيمانا مغلظة ومنه قول الله جل وعلا ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون ونرجح أن المقصود الأول مما ذكرناه ثم قال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا التلقين الثاني من الله لمن؟ لنبيه فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وهذه اسلوب شرط فربط الله الهداية بماذا؟ بالطاعة ربط الله الهداية بالطاعة وقد قلنا مرارا في درسنا هذا أو في غيره إن السيادة دنيويا لأهل الملة مرتبطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وصلاح وغيرهما مجاهيل في الأصل وإنما سادوا لما من الله عليهم باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الرحم من خالد من صلاح الدين قبلك من أنت الإمام لأهل الفضل كلهم وهذا رددناها مرارا لكن الحاجة تتأكد إليها أي سيادة دينية إنما هي مقرونة باتباع هدي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله في نونيته وكمال شرع الله دين محمد صلى عليه منزل القرآن واضح؟ وإن تطعه تهتد ثم قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأكبر دليل أنه ليس على الرسول إلا البلاغ المبين أن الله قال له قبل قليل قل أطيع الله والرسول فهو عليه الصلاة والسلام مبلغ ولما كان عليه السلام يعلم أنه مبلغ لما شعر بدنوب الأجل وقرب الرحيل كان لا هم له إلا أن يتأكد هل أدى الأمانة وبلغ أو لم يؤدها ولم يبلغ فستشهد الناس في يوم يعرفه ألا هل بلغت؟ فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهما نعم الشاهدون قالوا نشهد أنك قد بدلغت الرسالة وأديت الأمانة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدننهم من بعد خوفهم أمن هذه قبل أن نشرع في القضايا التاريخية وحرر بعض المسائل العلمية البعشرة ما المقصود بالأرض هنا؟ ليستخلفنهم في الأرض قال بعض العلماء إن المقصود بالأرض هنا مكة لأن المهاجرين أخرجوا منها فكانوا يسألون الله إياها وقد تم فتح مكة فتحقق الوعد الرباني هذا قول لطائفة من العلماء ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم قبلها لا يستخلفنهم في الأرض فقالوا إن المقصود مكة كما استخلف الذين من قبلهم أي بنوا إسرائيل ولا خلاف أن الذين من قبلهم هم بنوا إسرائيل لكن الخلاف أين الأرض؟ وذهب جمهور العلماء إلى أن المقصود بالأرض هنا عموم الأرض أرض العرب أرض العجم بل قالوا إن مكة بعيدة وأجابوا لماذا قالوا إن مكة بعيدة؟ قالوا إن الأصل أن الله منع المهاجرين أن يعودوا إلى مكة وأين الدليل من السنة أن الله جل وعلا منع المهاجرين أن يعودوا إلى مكة أن سعد بن أبي وقاص لما مرض في عام الفتح زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخشى سعد أن يموت في مكة وقد هاجر منها فقال صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ثم قال لكن البائس سعد بن خولة جاء في تعقيب الراوي يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة سعد بن خولة غير سعد بن أبي وقاص فهذا دليل على أنها ليست مقصود مكة وهذا القول رجحه ابن العربي وما لا إليه القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا مدخل للموضوع من الموعود بالآية ذهب بعض العلماء إلى أن الموعود بالآية هم المهاجرون الأولون إلى أن الموعود بالآية هم المهاجرون الأولون وقالوا إن الآية أول ما تنطبق على الأربع الراشدين الصديق والفاروق وعثمان وعلي لأن هؤلاء رضي الله عنهم أرضاهم كانوا مغلوبين فأصبحوا غالبين وكانوا مقهورين فأصبحوا قاهرين وكانوا مطلوبين فأصبحوا طالبين وحقق الله لهم الوعد ويوم نزلت هذه الآية المباركة لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أحد منهم خليفة هذا وعد وإنما كانوا من المهاجرين الأولين يخافون فلما منى الله عليهم بعد ذلك كلهم هؤلاء الأربع الراشدون نالوا الخلافة ومكن الله جل وعلا لهم في الأرض وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده ثلاثون عاما ثم تكون ملكا عظوظا فمعاوي رضي الله عنه أرضاه أول ملوك المسلمين أما الأربع الراشدون فالمتفق على أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لكننا نقول أن هؤلاء الأربعة وإن دخلوا دخولا أوليا في معنى الآية كما تحرر في التأصيل العلمي في دخول ذوات الأسباب نقول هنا لكن مخاطب بها كل مؤمن لكننا إذا نزلنا الآية على أصلنا يجب أن نعلم أن الله ربط العزة والقوة والعلو والظهور بالإيمان وعمل الصالحات ولم يربطها بالأعداء فبعض الناس اليوم يقول يتمنى أن يهرك الله أعداءنا وهذا من حيث الجملة لا حرج فيه لكن ليس رفعة شأننا ما ردها إلى قوة عدونا ليس ضعفنا اليوم ما رده إلى قوة عدونا ولكن لبعدنا عن الإيمان والعمل الصالح ومن الطرائف السياسية يقولون أن أحد رؤساء أمريكا الجنوبية سئل لماذا أنتم متخلفون قال لسببين لقربنا من أمريكا ولبعدنا عن الله طبعا بعدنا عن الله وفق المنظور المسيحي الذي يعنينا أن ليس الهم أن يذهب جهدنا في الدعاء على الأعداء بالهلاك وإنما الهم يجب أن ينصرف في أن نبني الأمة بناء صحيحا فإذا بنيت الأمة بناء صحيحا مهما بلقت قوة العدو فإن الله وعدنا بالنصر والتمكين والاستخلاف لكنه قرنه جل وعلا بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فالصحابة الأولون السابقون المهاجرون لما آمنوا وعملوا الصالحات مكن الله جل وعلا لهم في الأرض ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى وهذا حصل لهم كلهم رضي الله عنهم أرضاهم يعبدونني لا يشركون بي شيء فإقامة التوحيد أعظم مقاصد الدين ثم قرنها الله جل وعلا بالآيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فأعظم أسباب الرحمة دل عليه القرآن منها الاستغفار كما بصورة النمل ومنها التوحيد وهو أعظمها ومنها العمل الصالح كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقبل أن أعود لقضية التاريخ أكمل ما تبقى من آيات لا تحسبن الذين كفروا معدزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير وهذا استدراك رباني عظيم فإن الإنسان وهو يقرأ الآيات تقلب الطرف فيما يراه من حوله من علو بعض الأمم فالله جل وعلا يطمئنك ويخبرك ويقول لك لا يصيبنك دزع ولا ارتياب في دينك أن ترى علو أهل الكفر وأن يكون لهم أيام ودول فهم مهما علوا وقهروا ليس بمعرضين للرب تبارك وتعالى ويكفيهم بؤسة أن مصيرهم إلى جهنم قال الله تعالى ومأواهم النار ولا بئس المصير نختم بأنه ينبغي للمؤمن خاصة من يتصدى لطلب العلم أن يدرك التاريخ العام لأمته وأن يكون لديه إلمام شامل بهذا الوعد الرباني والناس اليوم ما بين حاظر مشهود ووعد منشود أو بتعبير أصح غيب منشود يرتقبونه وهو علو المسلمين وواقع مشهود وهو ما فيه الأمة من ضعف هذه الأمة مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه لم يستخرف فاتفقت كلمة المهاجرين والأنصار على الصديق رضي الله عنه وأرضاه فساس الأمة عامين وأكثر قليلا واستخلف بعده عمر فساس عمر الأمة وفي عهده تمت الكثير من الفتوحات ثم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأوصى أن تجعل الخلافة في ستة وأشرك معهم عبدالله بن عمر على أن لا يكون له في الأمر شيء من هيئة التعزية لابنه لأنه كان أكبر أبنائه هؤلاء الستة انتهى أمرهم إلى عثمان قتل عثمان غدر دون أن يستخرف فأهل الحل والعقد في المدينة استخلفوا عليا ثم قتل علي رضي الله تعالى عنه على يد الخوارج تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بعد ذلك عن الخلافة لمعاوية فاجتمعت كلمة المسلمين على إمام واحد ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه فأسس معاوية الملك الأموي وقد مر معنا أنه أول ملوك المسلمين وفي عهده تمت كثير من الفتوحات جاء بعده ابنه يزيد بن معاوية ثم معاوية بن يزيد ولم يكن له رغبة في الخلافة ثم استخرف مروان ابن الحكم لما استخرف مروان قتل بعد ذلك على يد زوجته فتفرق البيت الأموي بعده آل الأمر إلى ابنه عبد الملك والساسة والمؤرخون يعدونه المؤسس الثاني لدولة بني أمية بولاية عبد الملك انتقلت الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني ومعنى انتقلت الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني أن يزيد ومعاوية بن يزيد ينسبان إلى معاوية رضي الله تعالى عنه ابن أبي سفيان الذي هو من بني أمية أما مروان بن حكم فليس من ذرية أبي سفيان لكنه من ذرية أمية ابن عبد شمس هؤلاء وصل الخلافة إلى عبد الملك فرأى أنه يبول في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض رؤياه على سعيد بن المسيب فأولها أن أربعة من أبنائه يحكمون فحكم بعده الوليد وسليمان ثم انقطعت خلافته في النسب بولاية عمر بن عبد العزيز ابن واخه ثم عادت الخلافة إلى نسبه رجعت إلى هشام إلى يزيد ثم هشام ثم تتابعت دولة بني أمية في تلك الفترة اضطهد الأمويون الموالي واضطهدوا آل البيت كثيرا فنشى حنق في الناس عليهم وبالذات الموالي الذين دخلوا في الدين وكان منهم علماء وكان أكثرهم يسكن في خرسان فلجأت الدعوة إلى ما يسمى من غير تحديد إلى الرضا من آل البيت عموما فقويت الدولة في خرسان وخرج أبو مسلم الخرساني داعية لبني العباس في عهد مروان بن محمد المنقب بالحمار لصبره كان آخر خلفاء بني أمية سقطت دولة بني أمية وقامت بعدها دولة بني العباس وأول خلفائهم أبو العباس السفاح ثم كانت خلافة أبي جعفر المنصور والعباسيون يتفاعلون بهذا اللقب بهذه الكنية كنية أبو جعفر فأكثر خلفاء بني العباس يسمي ابنه الأكبر جعفر تيمنا بأن أبا جعفر كان له صوله وجوله في خلافة بني العباس فالمقصود من هذا التاريخ الإسلامي ثم تولى الكثير منهم هارون قبله الهادي والمهدي ثم هارون نشأ من هارون ذرية الأمين والمأمون والمعتصم ثم حصلت الخلافة حصلت في ذرية المعتصم ثم سقطت دولة بني العباس في أواصل القرن السابع ثم بعد ذلك ظهرت دول دولة المماليك كانت معاصرة تقريبا دولة بني العباس في آخرها في مصر وأصلهم كانوا أريقاء ثم اعتقوا ثم سادوا ولهم قضايا عديدة مع العز بن عبد السلام ولهذا سمي العز بن عبد السلام بسلطان العلماء لوقوفه في بعض القضايا الفقهية المتعلقة بحكم الممالك ثم كانت دولة آل عثمان واستمرت قرونا على الشق الآخر في الأندلس خرج عبد الرحمن بن معاوية المعروف بعبد الرحمن الداخل وهو بني أمية فر هاربا من الاضطهاد الذي أصاب بني أمية على يد بني العباس وهناك أسس دولة إسلامية في الأندلس مكثت هذه الدولة قرونا طويلة ثم انتقلت من حكم الأمويين إلى حكم ملوك الطوائف كما تكلمنا عنها في قضية بن زيدون ثم ضعفت دولة بني عثمان وظهر الغرب وجاءت حروب عدة من الحرب العالمية الأولى وحرب العالمية الثانية ثم هؤلاء تسلطوا على دول الإسلام بعد أن أسقط الخلافة على يد الأتراك أنفسهم على يد كمال أتاترك الملقب بأبي الأتراك فسقطت الدولة حصلت معاهدة تسمى معاهدة سايس بيكو مصطلح لوزيرين خارجيتين للدول الكبرى تقاسموا العالم الإسلامي ثم منى الله جل وعلا على هذه الجزيرة ظهر الملك عبد العيز رحمة الله تعالى عليه عاد ملكا سابقا لأجداده دعوة الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود هذا مجمل تاريخ العالم الإسلامي في فلسطين كانت معروف تحت الانتداب البريطاني ثم حصل كلمة خرجت من فمي عمدا وزير خارجية وقال له بالفور أن يمكن اليهود في فلسطين فحصل ما حصل من قيام دولة إسرائيل وقيمة دولة إسرائيل وظهرت عام 1948 و48 ميلادي ثم دخلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عام 67 الحرب المعروفة بنكسة حزيران والأحوال المعاصرة لاحتاج الكلام عنها لأنها مشهودة معروفة لديكم هذا التاريخ الإسلام من حيث تاريخ الدولة الإسلامية من حيث الجملة الاستخلاف الرباني مربوط بالإيمان والعمل الصالح لكن ليس مربوط بتقوى خليفة أو تقوى عامة وإنما من تقوى الجملة أن تعود الأمة من حيث الجملة إلى إلى دينها هذا الآن سبب الأول والرئيس في نصرتها وعزتها وعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظهور المهدي فالضعفاء من الناس ركنوا إلى ظهور المهدي ورضوا بالذل ينتظرون أن يخرج المهدي والمهدي لن يكون أقوى شكيمة ولا أشد علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول بنى الأمة في 23 عاما فلا يعقل أن يبنيها المهدي في ليلة فالسعي والعمل والحث في سبيل نصرة الأمة أمر دل عليه القرآن ودل عليه السنة ونحن بين أيدينا آية فيها وعد رباني بالاستخلاف فهي وإن كانت وعدا إلا أنه لا ينجم عنه أن نركن إلى الخمول بل الوعد يجب أن يحث على العمل مثل تماما في الآخرة وعدنا الله الجنة فهذا حتى يحثنا ربنا على أن نعمل من أجل أن نصل إلى الجنة نسأل الله أن يقر أعيننا وعينكم بالإثنتين تحقيق وعد الاستخلاف في الأرض ووعد أدخول الجنة هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته